وزيرة الثقافة بتشكر الشركة المتحدة لرعايتها مهرجان الألعى وبتؤكد حرصنا على التنوع الفني الكبير هذا العام أهلا بكم مشاهدي ومتابعي شاشة تلفزيون الوطن في كل مكان في خدمة فنية جديدة على شاشة تلفزيون الوطن وجهة الدكتورة نيفين الكيلاني ووزيرة الثقافة الشكر للشركة المتحدة وقناة الحياة على جهدهم في نقل فعاليات مهرجان الألعى وأكدت كمان أن النقل التلفزيوني للمهرجان أسهم في انتشاره وقالت أن مهرجان الألعى الموسيقى والغنى بيقدم هذا العام شكلا جديدا للغناء وقالت الكيلاني لشبكة تلفزيون الحياة أن تجهيزات المهرجان فاقت التوقعات أشارت كمان الكيلاني إلى أن المهرجان بيقدم هذا العام مواهب جديدة إضافة إلى الحفلات الموسيقية المختلفة وأضحت وزيرة الثقافة أن أسعار تذاكر مهرجان الألعى الموسيقى والغنى هذا العام مناسبة لكل الجمهور كونه مهرجان جماهيري وجه كمان دكتور خالد داغر رئيس دار الأبرة المصرية الشكر للشركة المتحدة وشبكة تلفزيون الحياة على نقل فعاليات مهرجان الألعى للموسيقى والغنى في دورته الـ 31 وأكد كمان على أن قناة الحياة بتتمتع بجماهرية كبيرة أتاحة فن الأبرة للملايين قال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأبرة المصرية أن مهرجان الألعى للموسيقى والغنى هذا العام بيقدم تنوعاً كبيراً من الموسيقى خلال حفلات بداية من اليوم وحتى نهاية المهرجان وانطلقت مساء اليوم فعاليات افتتاح النسخة الـ 31 من مهرجان الألعى الدولي للموسيقى والغنى واللي بيعقبه تكريم عدد من نجوم وصناع الموسيقى والغنى ثم فقرة غنائية الفنانة السورية فيا يونان على طول بعد طبعاً الفقرة الغنائية دي هيكون معانا صهرة مع النجم متحة صالح مشاهدي ومتابعي شاشة تلفزيون الوطن في كل مكان وصلنا معكم إلى النهاية تغطيتنا الفنية مستمرين ومتابعين معكم كل حاجة بتحصل النهاردة في فعاليات مهرجان الألعى في دورته الـ 31 شكراً على طيب المتابعة